نتمنى التوفيق لباترس كارتيرون المدير الفني الفرنسي للنادي الاهلي سابقا خلال الفترة القادمة في مشواره التهديري والتغيير لن يقتصر فقط على كارتيرون أو مايكل ليندمان إنما هناك خطوات جدة في تغيير شكل الفريق بواجه عام وهذا الأمر لم يعد سرا خلاص بعد تصرحات الأستاذ خالد الدرندالي أمين سندوق مجلس دارية النادي الاهلي واللي قال فيها أن الاهلي رصد ميزانية ضخمة للانتقالات الشتوية وتطوير شكل فريق قرة القدم خلال الفترة القادمة مسألة التعاقدات أو الميزانية الضخمة ليست تقليلة من اللاعبين الموجودين حاليا ده شيء طبيعي في أي فريق بينافس على كل البطولات في العالم بشكل عام كل فرق العالم بتبحث عن احتياجاتها وما هي المتطلبات الخاصة بفريق قرة القدم خلال الفترة القادمة وفي نقطة مهمة جدا ونحن نتكلم في التوقيت الحالي عن النادي الاهلي وهي الشخصية شخصية النادي الكبير هي اللي بتفرق في هذه المراحل المهمة شخصية الفرق الكبيرة هي اللي بتفرق وهي اللي بتميزها عن أي فريق آخر لما بيتعرض لكوبا أبو بيتعرض لأي إصابات أو غيابات لفترات طويلة ممكن بيبتعد لبطولات لسنوات طويلة لكن شخصية النادي الاهلي بما أنه هو مر عليه هذه الأمور ممكن كل 15 سنة مرة مثلا في تعديل أو في تطوير شريق فريق قرة القدم فبالتالي شخصية النادي الاهلي هنا اللي احنا بنراهن عليها ولده الجمهور عارفه دايما يعني الجمهور دايما عارف شخصية النادي الأهلي وعارف محتاجين إيه الفترة الجاية بالنسبة للنادي الأهلي عشان نقدر نستعيد جديد خلال الفترة القادمة مشوار الدور العام وكأس مصر والبطولة الأفريقية اللي تنطلق إن شاء الله خلال الشهر القادم وعايز أكد على دور المشجع الأهلاوي دوره المساند والداعم بشكل إيجابي لفرقته والنادي خلال الفترة القادمة فيه كلام كتير زميل إيهاب بيتردد عن أسماء كثيرة جدا مرشحة لخلافة باترس كارتيرون وامت بالتأكيد ذكرت عدد من الأمور الهمة فيما يتعلق بالمدير الفني القادم لكن اللي بيهمنا واللي بنأكد عليه داخل النادي الأهلي بيصابق الزمن فيه إن بيتم اختيار مدير فني يليق بحجم طموحات النادي الأهلي خلال الفترة القادمة وهذه المعاني لها مدلولات كل معنى وفي كل كلمة من هذه الجمل هنعرف أن الفترة القادمة بإذن الله رايحين بشكل إيجابي جدا بعد ما تم وضع إيدينا على كل الأمور الموجودة داخل الفريق وحتى الكابتن محمود الخطيف في تصرحاته قال حتى لو كنت بكسب حتى لو كنت بفوز بالبطولات في أمور أنا شايفة كانت محتاجة إلى تعديل خلال الفترة القادمة كل التوفيق لمجلس إدارة النادي الأهلي في اتخاذ القرارات الحاسمة اللي أتصحح مصار قطاع كرة القدم بواجه عام خلال الفترة القادمة ترجمة نانسي قنقر